دكتور أنور الغربي سعيد الدستوري لا يوجد انقلاب دستوري سعيد انقلب على الدستور في الواقع وبالتالي نرى اليوم نتيجة الذي حصل هو ده اللي أنا أصدته بس ممكن فرق اللغة يعني خلها وصدت لحضر ده اللي أنا أصدته طبعا أنه هو قام بانقلاب على الدستور دا كان أصدي نعم فالذي يحصل اليوم هو نتيجة طبيعية نحن قلنا من اليوم الأول بأن هذا الانقلاب ليس صنيعة تونسية ولهذا عند تنزيله في الواقع تبين أنه هناك إخلالات كبيرة لم يقدر القائمون على الانقلاب والذين وجهوا هذا الانقلاب بأنه الشعب التونسي لن يرضى والطبق السياسي والمجتمع المدني والنقابات وكل الأطياف رفضت ذلك الذي يحصل اليوم أن تونس رجعت لمرحلة لم نعيشها لا نحن ولا أبائنا ربما أجدادنا يعني نحن على ما نذكر من الستينات أو على الأقل من وقت حسب ما نعلمه من كبار السن بأنه لم يحدث أن وصلنا لهذه المرحلة حتى وقت الاستعمار الفرنسي والذي يعتبره إصعية كان حماية الوضع اليوم هو كارثي بكل المقيس مع الأسف الشديد غدا تونس بلا خبز هناك إضراب في المخابز ذكر تقريركم العديد من الإخلالات أيضا تصحيح معلومة بسيطة ليس مركب واحد الذي غرق عدة مراكب والجوثث أصبحت تخرج للشواطة يعني شواطة مختلفة من شمال البلاد إلى جنوبها من بن زرط إلى المهدية إلى الشابة إلى جرجيس إلى جربة لكل هذه المناطق لهذا الغضب يتنام ويتعظم في كل الجهات الليلة ونحن نتحدث عدة أحياة في تونس الملسين حي التضامن وغيرها مغلقة بالكامل والآن هذه الليلة الثالثة أو الرابعة التي يحتاج فيها الشباب نطالب مجددا بأن لا تكون هذه الاحتجاجات عنيفة وأن لا تكون حرق للأملاك العامة والخاصة وأن يتم هذه الاحتجاجات بشكل قوي للتصدي لهذه المنظومة الهاجينة والتي لم يعرف مثيلا لها الشعب التونسي ربما من وقت الاستقلال كما ذكرت وأولويات الرئيس مع الأسف أولويات مختلفة تماما وبعيدة جدا عن الواقع اليوم يستقبل وزيرة العادل مجددا ويتحدث عن تطهير القضاء مجددا وكأن الأولويات تطهير البلاد مع العلم أن مثل هذه التعبيرات هي تعبيرات عنصرية وتعبيرات مدانة بالقانون وتعبيرات خطيرة ولكن ما زال يرددها اليوم وزارة الخارجية يعني نسيت كل الملفات تونس اليوم يحضرها البرلمان الذي قلتم بأنه جمد والبرلمان التونسي يحضر الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للبرلمانيين بصفة النواب بما يعني أن المنظومة الدولية ما زالت تعترف بالبرلمان التونسي وبالنواب التونسيين الممثلين الشرعيين لهذا فكرة أن الشعب في منطقة والنظام في منطقة أخرى ده مش جديد لكن الجديد الحقيقة هي أن التحرقات اللي حصلت في الأيام الماضية أكبر من كل التحرقات اللي كانت بتتم على الشهور السابقة تفتكر حضرتك الاحتجاجات والتظاهرات اللي بتشهدها تونس في الوقت الحالي هل هتستطيع أنها تصمد وتستمر أم سيستمر الأمن في التعامل العنيف معها؟ لا طبعا أنا بالمناسبة أوجه رسالة للأمن التونسي وأجدد هذا من خلال منبركم أيضا بأن الأمن هو في النهاية ابن الشعب وأن يلتحم مع شعبه وأن لا يلتجي لتلك الأسليب للي هذا فيه عنصورية كبيرة معناها جزء من الشعب التونسي أن يتم استبلاه الشعب يعني عندما تنزل هذه عشرات الآلاف في الشارع وتندد بما يحصل وتكون أولوية رئيس الدولة في نفس الوقت يتحدث عن إنجاز ما هو هذا الإنجاز؟ هو بناء مستشفى عنده ثلاثة سنوات يتحدث عن بناء مستشفى يعني الأولويات غائبة تماما الصحيح السلطة بلا أي وجهة واضحة والشعب أصبح أخذ المقود بيدي طيب توقعت حضرتك للأيام المقبلة هتكون إيه؟ يعني هل ممكن الاحتجاجات دي تزيد وتتحول لثورة ولا رسالة تم توجيهها للنظام إن التونسة قادرين على تغيير النظام لكنهم يعني بيتمنوا التغيير السلمي أفضل يا سيدتي الناس القائمة على المنظومة هذه عولت على أن الناس ربما سترضى بهذا رأوا بأن جزء من الدولة تدار بفئة معينة وبالتالي الناس رأت بأنه ربما ليس من مصلحتها أن تدافع عن الدولة ويصبح القلاص الفردي هو المأمول ولكن هذا غير ممكن هؤلاء لا يعرفوا تكوين الشعب التونسي لا يعرفوا ثقافة الشعب التونسي لا يعرفوا معدن هذا الشعب وبالتالي أنا أعتقد أنه لا يمكن لهذا الشعب أن يسكت الآن خاصة وهو يرى في حياته اليومية في معيشته اليومية هو يذهب إلى المستشفى هو يأخذ المواصلات العامة إلى اليوم عندنا أكثر من 400 ألف يعني تقريبا نصف مليون تلميذ لم يباشروا الدراسة بعد لعياب التقم المشرف وبالتالي إضافة طبعا لما ذكرتموه في البداية من غياب لكل الحاجيات الأساسية للناس وإضافة لكل هذا أنه لا يوجد أفق حتى الاتفاق الذي حصل مع صندوق النقد الدولي على المستوى الخبراء وهو تقريبا 1.9 مليار دولار أي 500 على أربع سنوات أي 500 مليون سنويا هذا ولا شيء يعني أصلا نحن الدولة تحتاج لأربع مليون دولار أربع مليار عفوا أربع مليار دولار حتى تستطيع لإتمام السنة الحالية لإتمام الميزانية وليس لدينا ميزانية 2023 بعد يعني نحن عندنا أيضا الديون المتراكمة هي الضعف الميزانية التونسية وبالتالي نحن في وضع لا يمكن أن يتواصل بكل المقييس يعني لو نأخذ كل هذا في الاعتبار فنرى أنه لا يمكن إله أنه الشعب هو الذي يتقدم قال قيس صعيد أكثر من مرة بأنه لا رجوع إلى الوراء الشعب اليوم يجيبه هو الذي فالشعب هو الذي سيتقدم إن شاء الله سيتقدم وإن شاء الله الأخواتنا في تونس هيكتبوا تاريخهم من جديد وهيكونوا يعني النموذج الذي يقتضي به معظم الشعوب في الدول التي يحكمها المستب الدين دكتور أنور الغربي الناطق الرسمي باسم اللجنة السويسرية لدعم الديمقراطية في تونس أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مدخلتك معنا والحياء بشكر حضرتكم بردو شكرا جزيلا على متابعتكم